التقلبات الكتائبية وكبت شغور الرئاسي وصولا إلى بداية العهد الجديد فما سمه رئيس حزب الكتائب سام جمي للصفقة الرئاسية مقلب إلى تعاون لإنجاح العهد الذي رآه انتصارا لقوى الثامن من أذار نحن خيارنا ثابت واضح إلا من الأساس نتعامل مع العهد حسب أدائه شاركنا بجرسة الاتخاب حتى ما تكون شرعية رئيس الجمهورية منقوصة لم نلعب على لعبة النصاب مع العلم أنه كان ممكن أنه ينلعب على لعبة النصاب وبالنتيجة أنه نلعب لعب اللي لعبوها الآخرين نحن نعتبر أنه العهد بيبلش بلش عند خطاب القسم وخطاب القسم كان مفصل بالنسبة لإلا أنه لا الهيئة فيه نوع من تطور مهم وهلأ فيه تأليف الحكومة ما نحن قلنا لازم الحكومة تكون متعددة الألوان وتجمع الكل هن المؤتمنين عا تأليف الحكومة هن عا بيقولوا أنه بدون يخطوا الكل رغبة حزب الكتائب في دخول الحكومة دفعته إلى تسمية الرئيس سعد الحريري بعدما كان قد حجب صوت كتلته عن الرئيس ميشيل عون وهذا ما أنتج كلاما عن محاولات إلغائية بين الكتائب والقوات الذين يعيشون الماضي حاضراً القوات وضحت موقفها وقالت أنه هي ما عندها أي نية لا إعطاء أي فيتو على أي وزارة بدأت تتبوأ الكتائب ولا على أي حصة ممكن تخذها الكتائب نحن ننتظر أن يقرن القول بالفعل إذا اليوم في ضروق في احتكار للسلطة وإقصاء الكتائب تمهيداً لإلغاء من العمل السياسي هذا بيكون وهم يعرف تماماً سعد رفيق الحريري أنه كلما كان دور الكتائب معزز إنما هو يكون يعزز الثوابات الاستشهد كرميلة رفيق الحريري والاستشهد كرميلة بير أمين الجميل تشير المعلومات إلى أن الكتائب أبلغت أن تمثيلها سيكون وزيراً واحداً بشرط أن تكون الوزارة أساسية وبأن تمثل القوات بحسب حجم كتلتها النيابية أما الإسم المرجح لتمثيل الكتائب فهو الوزير ألا حكيم رواند أبو خزام قناة الجديد